ليس آلم من الجرح نفسه سوى أثاره في الذاكرة هناك من يكابد الألم مرة وهناك من عاش معه وقد ضربت الأمثال بذروة الحزن بالمرأة ثك لا كانت أو أرملة أو يتيمة أو أم مختطف ومفقود فكيف بمن جمعت كل تلك المصائب المرأة العراقية 16 عاما وأكثر من الحزن ألقت بضلالها على نخلات العراق الشامخات تارة كن مفجوعات بذويهن وتارة هن محل المصائب تدور السنين وعجلة الموت في العراق تسير بدون توقف حصدت أرواح أزواج وآباء وأبناء وأخوة وفي المقابل نالت المرأة العراقية من ذلك كله نصيبها في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة يستذكر العالم هذه الظاهرة ويطالب بالتخلص منها وإذ تأتي على العراق ستشاهد شواخص للأمر بدءا من مقتل آلاف النساء في العمليات العسكرية والتفجيرات التي عاصفت بالعراق وليس انتهاء بامتلاء السجون بالكثيرات إما بتهم كيدية أو تحميلهن وزر ذويهن العنف ضد المرأة سمة امتاز بها الاحتلال الأمريكي ثم الأجهزة الحكومية والميليشيات التي ترجمت ممارسته بالخطف والقتل والاستهداف تحت مختلف الذرائع وفي ثورة تشرين التي تطوف على مدن العراق برز دور المرأة فكانت مسعفة تارة ومتظاهرة تارة أخرى أو تنوعت مهامها بين تحضير وتقديم الغذاء للمتظاهرين أو تنظيف ساحات الاعتصام والشوارع أو حتى ملابس المتظاهرين الذين تركوا بيوتهم لأيام أو أسابيع فشمخت من جديد وعلى صوتها رغم ضجيج الآلة الإعلامية الحكومية ومحاولتها تشويها الصورة رغم أن في الأحزاب والميليشيات التي استهدفت الناشطات بالخطف خرجت المرأة العراقية لتطالب بحقها المسلوب وتظهر صورة ناصعة البياض لنصف المجتمع ذلك النصف الذي يبني المجتمع كله لبناته هنا وبالرغم من سوء الأوضاع في العراق وتصاعد العنف ضد المرأة بقيت النخلة العراقية عصية على الرياح شامخة بوجه المحن رفدت العراق وما زالت بنهر من العطاء الهادر اشتركوا في القناة